حياكم الله أخواني وأسعد الله مساكم وصباح الخير أينما كنتم أول شي عيدكم بارك تقبل الطاعات صلى الله سبحانه وتعالى عيد عليكم الخير هذا أيام مديدة وعواما عديدة وصلى الله سبحانه وتعالى تقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأن تكون خير أيام طلعت في أيامكم وتكون الأيام القادمة أحلى وأجمل مع طموحاتكم مع أهدافكم مع أحلامكم الكبيرة لا ما مسخ مفردة والله بس هذا لنجوز نيك مايك يعني واحد ياما الآخر شوش على الثاني ما أعرف الصوت واضح بدكم صوت تشويش ما هي الصوت تشويش أنا صار بالدارة من وراكم بس الصوت يوصل واضح أس الصوت واضح شباب تماما إذا وش لا تؤثر غلس هناك مثل واحد عندنا صديقنا اشترى سيارة بيجو فالسيارة بيجو طلع صوت فخابر صاحب الاشترا مننا قال لأقول لك سيارة طلع صوت قال لأعلي صوت الراديو يضيع الصوت فأنتم اعمل نفسك لا يوجد شيء يلا الجميع تحياتي لكم بعد هذا الانقطاع وعودتنا من مخيم الرائد اللي فعلا كان رائد اسم على مسمى حقيقة أنا سعيد بلقائي معاكم اليوم نحاول قدر الإمكان نصلط الضوء على كلام لطيف جدا وجدت قديمة يعني انتشت ملخصة فأصفح ببعض الملخصات القديمة وجدت كلام رائع جدا جدا للعراب صناعة البيع مباشر اللي هو اركوري اركوري طبعا رجل يعني ان شاء الله في النية نعمل أدة حلقات ملخص كتابة لجوبرو يعتبر يعني مرجع في صناعة البيع مباشر الحديثة وهو رجل يعني خبير في هذا الصناعة من سنة 1988 تخيلوا رجل دخل في هذا الصناعة يعتبر من ناس الأكثر دخلا في هذا الصناعة ويعتبر عراب هذه الصناعة الآن ففي النية ان شاء الله بعد ما نشوف نعمة تصويت ممكن نسوي حلقات بث مباشر على اليوتيوب يعني بين أمرين بين أنه نلخص كتابة لجوبرو لأيريكوري أو عندي دورة داخلها جيدة الآن ممكن كذلك نقوم بتلخيصها اللي هي البيع الفعال لبعض الخبراء البيع فإن شاء الله نسوي تصويت نشوف أي الأصوات تغلب نسوي عدة حلقات ناصحة ونافع إن شاء الله تعالى أيريكوري رجل جمع بين العلم النظري في صناعة البيع الباشر فتجد كلامه منمق ومرتب ومهذب جدا وجمع بين التطبيق فهو رجل صاحب نجاحات وقصص كبيرة وهذا حقيقة ما ينفعنا إذا أخذت الكلام وأخذت النصائح فأخذها من شخص خبير في مجاله وحقق نجاحات ليش أقول هذا الكلام أحياناً نحن المشكلتنا بالاستشارة بالمناسبة الاستشارة تعتبر أحد الأساسيات في صناعة البيع الباشر استشارة الشريك الأقدم استشارة الشريك الأقدم أو استشارة من سبقك في هذا الصناعة يجب أن يكون في مواصفات من ضمنها أن يكون خبير في مجاله أو متقن لمجاله وحقق نجاحات وهذا حقيقة جداً مهمة في بعض الناس يستشير من ليسوا بأهل نجاحات ويستشير من ليسوا بأهل خبرة فبالتالي قد يشيرها بمشورة مو مناسبة فهذه أحد النقاط التي تخلينا نركز مع بعض الخبراء في هذا الصناعة ونقلل التركيز عن بعض الآخرين وإن كان حقيقة اسمه كبير لكن ما عنده آثار وما عنده جانب نظري وجانب عامري وجمع بين الأمرين فنحاول نشوف الناس اللي حققوا نجاحات وعدهم كلام في تأصيل دائماً ابحث عن المنهجية في أي شيء تريد تنجح في أي مجال على مجال دراسة مجال التجارة التقليدية يعني في أي مجال تحب تنجح بي ابحث عن المنهجية إذا وجدت المنهجية في أنت فأنت في معمن بعد المنهجية يجي مسأة التطبيق ومثل ما ذكرنا في دائرة التحسين المستمر إيريك ووري يقول إذا كنت ما رأي ندخل مقدمات كبيرة حاول أنه نستثمر الوقت يقول إذا كنت تفكر في الانضمام إلى الشركة في البيع مباشر لابد أن تعلم أمور أهمها أتمنى يا أخواني أن نلخص ونكتب هذه الأمور حتى لو ما لحقت ممكن تعيد البث المباشر يكون ثابت بالصفحة أو راح نزلع القناة يوتيوب هذه المسائل هي عبارة عن خلاصة أفكار خبراء ممكن إذا ركز فيها تكون هي أحد نقاط الضعف اللي عندك اللي ما عالجتها أو تكون نقاط قوة اكتسبتها من خلال هذا المقال فتستفيد منها أول هذه الأمور اللي يذكرها إيريك ووري اللي لا بد من تعلمها عند دخولك في صناعة البيع مباشر مع الشركة حقيقية ما أذكر الشركات غير حقيقية من دون اسم شركة معينة أنه صناعة البيع مباشر وهذا التسيق ليس كاملا بل هو في تحدي مثل أي مشروع أعمال حرة أخرى يعني أنت لما تدخل في صناعة البيع مباشر وتقرأ عن هذه الصناعة وتقرأ عن قصص النجاحات لا تجعل نفسك في أحلام وردية بعيدة عن الواقع فعلا هي صناعة البيع مباشر هي صناعة القرن الـ 21 وصناعة المليونيرات والخبراء المال والأعمال يتمنوا أنه استثمروا في هذا الصناعة وبعضهم يقول أفضل استثماراتي مثل وارد بافيت تقول أفضل استثماراتي إذا كانت في استثمارات في البيع مباشر لكن هي ليست خالية من التحديات وليست هي مثالية 100% بمعنى أنت مو بعض الناس يصور أنه مجرد دخوله وتسجيل بهذا الشركات السماء ستقطر ذهبا أبدا هذا كلام يخالف العقل والواقع والسنن الكونية والسنن الشرعية السنن الشرعية باعتبار متعلقاته معروفة والسنن الكونية أنه رب العالم ربط النتائج بأسباب فإذا سلكت الأسباب الصحيحة ستحصل على النتائج الصحيحة وتخيل هذا في كل شيء ومن ضمن صناعة البيع مباشر اللي هي تجارة الحرة الذكية وهذه جدا جدا مهمة لازم من تدخل تعرف أنك في تجارة حرة ذكية لكن هي ليست مثالية 100% وليست هي كاملة 100% فيها من التحديات فيها من الأيام المفرحة جدا وفيها من الأيام قد تكون محزنة جدا وفيها من الأيام اللي أنت فعلا تحس نفسك في مكانك الصحيح فلا تنظل الأمور بنظرة مثالية زايد عن لزوم ولا تنظل الأمر حقيقة أنك فيه يعني مثل ما أحد الخبراء يتكلم عن فلاطون ألف كتاب اسم جمهورية أفلاطون ففيه من مثاليات ما قال عنه أحد الأشخاص قال جمهورية أفلاطون لا توجد إلا في عقل أفلاطون بمعنى أنه هذه ما لها تطبيق ما لها وجود فصناعة البيع مباشر هي أحد الصناعات الهامة الذكية اللي فيها مواصفات ما موجودة بغير لكن هي ليست كاملة وليست مثالية مئة بالمئة فيها من التحديات فيها من المزايا الإيجابية فأنت لازم تعرف هذا الشيء ليش حتى أنت من تدخل في هذا الصناعة هيئت عقلك وهيئت نفسك لقبول هذه الحقيقة يعني ما تجعل الصناعة يعني بعض الناس يصور أنه من دون جهود ومن دون مقدمات يحصن تاج عملاقة من دون ما يقدم ويطور نفسه يحصن تاج عملاقة أبداً هذا الكلام غير موجود إلا في أذهان بعض من لم يفهم هذا الصناعة فهذه القاعدة اللي يقول فسوف يكون في أيام سعيدة وأخرى سيئة يقول لكن إذا كنت وركز مع هذه تمتلك بذور الرغبة في تحسيس عملك الخاص فسوف يكون مجالك الأفضل وأنت بالمكان الصحيح إذن الآن وين إحنا المشكلة عندنا؟ لو كانت عندي بذور الرغبة الحقيقية وداماً لما تكلم والشباب اللي تابعونا بمحاطة إخفال الدارة أول ما تبدأ بقلب هذا الدينامو اللي راح يحركك لصناعة البيع مباشر ويعمل بالماكنة اللي دائماً قوية وماكنة تجيب لك نتاج كبيرة قلب هذا الشيء هو الرغبة الحقيقية فإذا كانت لديك بذور الرغبة الحقيقية لتغيير واقعك وتغيير واقع من تحب وتغيير وضعك من وإلى الأفضل فأنت في المكان الصحيح وفي التجارة الصحيح لأن هذه التجارة مهيئة للنجاح لكن خلي في بالك أن هذه التجارة ليست كاملة ليست مثالية فيها من التحديات كما فيها من المزايا والفرص وإحنا دائماً نقول أينما يوجد التحدي يوجد أمامه الفرصة فأنت الشيء اللي تراه تحدي هو بحد ذاته فرصة يعني بعض الناس يقول أنا أحتاج أنه بعض المهارات نعم هذا تحدي لكن بنفس الوقت فرصة بمعنى أنك لو حصلت هذه المهارات طورت نفسك في المهارات راح تضاعف نتائجك على خلاف ما أنك في بعض الأعمال التقليدية أو الوظائف التقليدية حتى لو حصلت بعض المهارات فأنت في مكانك رابع فهذا القاعدة الأولى يقول التسويق في البيع مباشر ليس كامل بل هو في تحدي مثل أي مشروع أعمال أخرى هذه القاعدة الأولى اللي لا بد نفهمهم القاعدة الثانية يذكرها إيرك وري يقول إذا قررت الدخول فقرر أن تكون محترفا حقيقة هذه الكلمة جدا جدا أعجبتني وجدا أنا مؤمن بيها قبل أن أقرأ كلام إيرك وري وقبل أن أسمعها ومسيرة وظيفية أكثر من عشرين سنة وعمل تقليدي وعمل بالعمال التجاري والله هذا الكلام ينطبق في كل مجرية حياتك أنت هذا الجوال اللي عند استخدمه ممكن أن يكون مصدر دخل إليك عملاق وممكن أن يكون مصدر خسارة ممكن أن تستثمر كل المزايا اللي فيه لكن إذا قررت أن تكون محترفا فشيقول إذا قررت الدخول فقرر أن تكون محترفا قرر أن تصل للاحتراف ماهي يقصد لا يشترط أنك لمن تدخل في هذا الصناعة أن تكون محترف حتى تنجح لكن إذا دخلت بهذا الصناعة قرر أن تكون محترفا بمعنى ابدأ بما عندك وطور حتى تصل إلى درجة الاحتراف أو إتقان هذا العمل فهذه قاعدة جدا مهمة لا بد أن نفهمها إذا قل ذلك أفضل من أن تبقى غير ناضج في العمل وتضيع الوقت فبعض الناس الله يسامحهم من الأخوة والأخوات في هذا الصناعة أو في غير الصناعة أنا أذكر حتى في الأعمال التقليدية في الأعمال الوظيفية يعني أنا قضيت كثير من سنين عمري بالوظيفة وتسنمت كثير من المناصب والقيادة في القسم أو إدارة أو هيئة معينة الشيء الذي كان يميز شخص عن آخر هو الإتقان وهو الاحتراف فيميز شخص عن آخر أنه فلان ممكن أن يدير هذه العملية بنجاح وممكن أن يشغل الحيز الذي هو به فإذا قررت أن تنظم قرر الاحتراف ابدأ بما عندك ولا تضيع وقتك إذا أنت ما تقرر أن تتقن في عملك ولا تقرر أن تبدأ بعملة التحول من وإلى الاحتراف فأنت تضيع وقت الحل إيش؟ ابدأ ما عندي مهارات؟ ابدأ طور ما عندك واسأل الاحتراف فهذه نقطة جدا مهمة حتى تفهم هذه الصناعة وتحقق النتاج العملاق التي تسمع عنها وتقرأ عنها المسأل الثالث يقول مثل أي محترف عليك أن تتعلم بعض المهارات الجديدة وشو قل بعد ونحن نعدك أنها في قمة البيع مباشر وهي ليست صعبة لتتعلمها الآن أنت لما تتخفي مجال معين هذا المجال يحتاج مهارات طبعا نحن دائما نقول نحن في عندنا سلم أولويات في حياتنا يعني هذه نسموه سلم الأولويات أكو مهم وأكو أقل أهمية وأكو أكثر أهمية مهم وأهم وأقل أهمية فأني أنظر في صناعة العمل وصناعة البيع مباشر والتجارة الذكية الحرة اللي أنا داخل به إيش المهارات اللي أنا احتاجها على وجه الأولويات فبعض الناس ينشغل بمهارات هي بعيدة عن احتياجه يعني يشوفه يذهب بعيدا جدا بدورات التنمية البشرية واللغة البرمجة العصبية مع أهميتها لكن في أولويات أكو مهارة مهمة وأكو مهارة أكثر أهمية يعني أنت لما أنت أبدأ في صناعة البيع مباشر بعض المهارات الهامية متعلقة في فن الاستقطاب فن الإقناع كارزمة اللي خاصة بك أنت كمدرب تظهر فيزيائيا أو من خلف الشاشات وغيره وغيره من المهارات من رد الاعتراضات من فن التسويق فن البيع المهارات الشخصية متعلقة بالبراندق العلامة التجارية اللي أنت تجعلها نفسك كبراند كشخص وكصنعة وكمنتج فهذه مهارات أنت لا بد تتعلمها بمعنى لو جئت أنت لهذه الصناعة بما عندك من معلومات استفد مما عندك طور لكن ركز في المهارات حسب الأولويات والجميل كما ذكر إيريك ووري يقول ونحن نعدك أنه في صناعة البيع مباشر هذه المهارات ليس صعبة وسوف تتعلمها طبعا أنت إيش هنا يجي دور يجي دور الأبلاء ينتبعك أو الأبلاء اللي معاك أو المدربين في شركتك راح يساعدوك بتحقيق هذه المهارات أو تحصيل هذه المهارات أو تسليط الضوء ممكن أنت تكون غافل عن مهارة معينة أو صار عندك خطأ بالأولويات ركز عن مهارة دون أخرى فأبلائنك وشريكك الأقدم راح يشير لك ويشيرك أو تستشيرها بعد تستشيرها يقدم لك المشورة الصحيحة يقدم لك الأولويات لكن خلي في بالك أنه الأبلاء ينتبعك يساعدك يرشدك لكن لن يعمل عملك وهذا نقطة جدا مهمة يجب أن نفرق بين أنك تكون مع شخص يساعدك وبين شخص يعمل عملك هذا حقيقة ليس بعمل وليس بتجارة ذكية للقاعدة الرابعة اللي شوي راح أركز بيها وضروري نفهمها ونركز بيها خاصة لأخوة اللي دخلوا معنا جديد ما دون ثلاثين أو ما فوق ثلاثين بش بقليل يقول بقاعدة الرابعة نجاحك سيأخذ وقتا مثل أي شيء آخر يستحق الانتظار والله كلمات ذهبية نجاحك سيأخذ وقتا مثل أي شيء آخر يستحق الانتظار لا تتوقع أن تصل لخط النهاية بعد اختيار بوابة البداية مباشرة هاي أنا أقول لكم رجعوا كتبوها وخلوه اللي قدام تشربايا وظلوا متأمنين بيها وشغلوا قلوبات حامرة خضرة بس افهموها أرجع عيدها نجاحك سيأخذ وقتا مثل أي شيء آخر يستحق الانتظار نقطة راسطر اجقد إحنا ننتظر أشياء ما تستحق الانتظار اجقد إحنا نعقد آمال على أشياء ما تستحق الانتظار طالب يتأمل بعد تخرجه أنه يتعين ويحقق دخل معروف النتاج ما تدخل بتفاصيل وزوران الموظفين ربط بيت قاعدة وتنتظر يعني كثير كثير من النهاز يعني أنه ابنه يكبر أو ابنه يكبر حتى يستظل بظل الشيء اللي تعب عليه كثير من الناس ينتظر مثلا شيء غير واقع بعض الناس يقول لك أنتظر لننزل الدولار بعض الناس يقول لك أنتظر أشياء كثيرة لا تستحق الانتظار ومع ذلك احنا ننتظر وإحنا صابرين عليها ونشوف نفسنا ما عندنا مشكلة كبيرة لكن في صناعة البيعنباش من يتعجل النتائج دائما حقيقة يضيع الثمار فذاك من تعجل الشيء قبل أواني عقب حرماني هذه قاعدة كونية أي شيء تتعجل بي راح تحرم النتائج نجاحك سيأخذ وقتا مثل أي شيء آخر يستحق الانتظار لا تتوقع أن تصل لخط النهاية بعد اختبار أو بعد اجتياز بوابة البداية مباشرة بعض الناس يقول لك أول ما تخل بالشركة وتبدي بسم الله بعدك ما ما مطي أي شيء للشركة وين دخلي وين راتبي وين أرباحي ما أنا ما طلعت النتائج صار لي سنة وسنتين ما طلعت النتائج قرأت لي كثير من الخبراء يتكلمون أنه في أي مجال حتى تتقن لابد أن تراعي العامل الزمني في هذا الصناعة وفي هذا التجارة شباب الصوت واضح في الفيسبوك يقول الصوت اختفى الصوت واضح بس أكدوا جودة الصوت لابد أن تراعي العامل الزمني في هذا الصناعة يعني أضرب مثل بسيط الآن أنت لما تبدي تزرع شجرة الشجرة عبارة عن يعني بدرة تمام أو زراعة يعني مثلا نبتة صغيرة إيش راح يصر عندك بداية زراعتها تكون بسيطة جدا وقابليتها لمحاربة العوامل الخارجية ضعيفة جدا جدا لذلك أول ما تراعي هذه النبتة وهذه البذرة يمتع رعيها خاصة بداية زراعتها وبداية الرعاية هي أهم خطوة في البداية إيش راح يصر عندك هذه النبتة لما انبدت بالنمو النبتة مثل ما تعرفون عبارة عن جذر وساق ومتعلقات الأوراق والثمار في بداية هذه النبتة لما يكون الجذر بسيط أكيد السقوط لا تكون سهل وعوامل التي تجعلها ثابتة أمام التحديات يكون أضعف فبالتالي أنت في أي صناعة وفي أي تجارة خاصة تجارة ذكية وخاصة صناعة البيع مباشر تحتاج إلى وقت يتناسب مع هذه الصناعة وحجم هذه الصناعة وحجم النتائج التي أنت تتمناها طبعا بعض المقدمات التي دائما نقول عنها مقدمات جيدة يعني نتائج جيدة فالعامل الزمني إلى أثرة لا بد تعطي العامل الزمني استحقاقه يعني بعض الناس سجل صال لسنة أو سنتين قال لك والله هذا الخط نهار هذا الخط ما بعمل مجرد واحد ثنيا استهلكه ومنتجات وتوقفه هذا الخط ما بإنتاجية يعني دخلي لحد الآن غير مستقر مثلا بدأ دخلي صعد مئتين ثلاثمئة دولار ورجع مئة وخمسين صار لسنة سنتين ما تجاوز دخلي ألف دولار ألفين دولار أمر طبيعي لمتعلقات كثيرة من ضمن هذه الجزية طبعا متعلقات تكلمنا عن المقدمات الصحيحة خارطة العمل الصحيح العمل الصحيح للنفتة مالتنا النفتة ايش بيها كل ما مدت جذورها بالأفق وبالعمق ايش رح يصر عندي ثبات ايش رح يصر عندي قوة فيبدي الساق يقوى وتبدي الأوراق تكبر وتبدي الثمار تظهر زين خلينا احنا في صناعتنا انا بدأ الجذر ينمو وصال عندي توسع عفقي واحنا من دعاة توسع الوفق بالعمل ونمو بالأفق بالعمق تخيل يوم من الأيام انتها شجرة كبيرة وبدأت تنمو بالأفق وبالعمق يوم من الأيام الجذر ماتك عبار على جيرانك ايش رح يصر مثلا جيرانك قص هذا الجذر هل تموت هذه الشجرة جواب لا طيب لو كانت بعدها نبتة صغيرة وهي بس يادوب هالجذر وجيرانك قصت نصها او ثلاثة ارباحة اوجدت هوية ووقعتها ايش النتاج انهيار هذه النبتة ليش انلازات الجذور ضعيفة فكذلك في هذا الصناعة الذكية لابد ان تعطي الاستحقاق الزماني لابد ان تحتو الاستحقاق الوقت انه تتناسب مع قمة هذه الصناعة اللي ذكرها الخبراء انه ثالث او رابع افضل مصادر الدخل العالمية وخبراء في المال يتكلم يقول لك انا لا ابدي ابدي بنعدها واني افضل استثمار استثمرتها يعني ايش تتوقع هي عبارة عن نبتة بجذر بسيط فذاك ارجع وقول لأصحاب الشبكات التسويقية البسيطة الجديدة ما عندك نمو حقيقي بالافق وبالعمق اقول لك عندك مشكلة خاصة عالجها وارجع عالج لكن قبل هذه الفترة او خلال هذه الفترة لو صع عندك تذبذب لو صع عندك ما عندك نمو كبير جدا امر طبيعي لأن هذا الصناعة تحتاج الى رسوخ رسوخ من قبل اللعضاء لفهم الفرصة لفهم المنتج لفهم قيمة هذه الصناعة للركوز في فهم البزنس نفسي اخواني يعني يخلي في باركم احنا الآن نساعد الناس لتغيير واقعهم يعني انت تعامل الآن مع العقل البشر اللي هو اصعب شيء موجود في الكون فانا اغير عقلية من وإلى الافضل من خلال تغيير خناعات انه انت ممكن تكون رائد اعمال وانت تكون رائد اعمال يعني شانت قاعدة في البيت يا دوب على قد الطبق ويا دوب على قد الاعيال وعلى قد العيلة وبعدين صارت رائد تعمال يعني لا توقع انه في ليلة وضحاء عمرت 35 40 سنة تغير كل هذا التاريخ بسنة او سنتين طيب انت لا تغيرت وانت كان عندك صفات جيدة واحتكيت بقاء جيد وانت كنت عندك عوامل التغيل جيدة وتغيرت خلال سنة سنتين طيب هذا ما هو موجود في فريقك قد يكون فريقك ما عند نفس المهارة والإمكان اللي عندك او القناعة او الظروف اللي عندك فلذلك لابد ان تعطي للبزنس استحقاقه والجميل احنا في دي اكس الان احنا في نظامنا عندنا نظام او خاصية الانضغاط الديناميكي بمعنى انه لو كان عندك اجيال متعاقبة وصال عندك عمق جيد مع عفق جيد لاحقا اذا مستمر البناء الصحيح حتى الانهيالات لك تكون في بعض الاجيال من خلال ضغاط الديناميكي راح يغطي عندك لكن لو كان عندك عماقة جيدة يعني كان لنا نقاش مع بعض الاحبة بعد ما صال النقاش سيتم قلتم انتم اكثر خطعتكم بشيء بعمق قال خمسة اجيال قلتم لازلت شبكاتكم فتية فتحتاج فترة انه تكون امتداد افقي اكثر وامتداد بالعمق اكثر حتى يضيع عندك هذا التذبذب وهذه نقطة جدا جدا مهمة لابد من فهم هذا البزنس لابد من اعطاء الاستحقاق الزماني بما يتناسب مع حجم هذه الصناعة انا ما اتكلم عنك تفتح لك محل ولا تفتح لك بسطة صغيرة ولا التعادل يبدي دخلك يعني يغطي على الاقل خسارك ومصاريف كنت الحمد لله ما عندك لا خسار ولا مصاريف لكن من اراد النتاج عملاقة يجب ان ينظر الى هذه المقدمات الهامة نجاحك سيأخذ وقتا مثل اي شيء اخر يستحق الانتظار انصح كل شخص ما فهم قوة هذا الصناعة يرجع للوراء يفهم هذه الصناعة انصح كل شخص تعجل النتاج يفهم قمة ما عنده وقيمة ما عنده حتى يعرف انه هذا الشيء يستحق الانتظار ولا يستحق الانتظار لان لو فهم الشخص المتعجل قيمة ما عنده صبر مثل ما صبر على اشياء غير مستحق الانتظار فذلك جدا جدا مهم خامسا يقول أن تصبر وتطاول وتعطي هذه المقدمات العامة يقول لك يستحق أنه تتولى مسؤولية حياتك مجددا ذلك ذكرنا كلام في العادات السبب أول عادة من عادات الناس الأكثر فاعلة في المجتمع أنه يكون مبادرا أنت من تغير واقعك لا تتظر لآخرين أو الظروف تغير واقعك ذلك يقول تتولى مسؤولية حياتك بمصيري ومصير أهلي ومصير عائلتي أنا سأتحكم بمصيري بعد توفيق الله سبحان تعالى أن تكون قادرا على التحكم بوضعك المالي أنا سأتحكم بوضع المالي جماعة تمدرجلك على قد ضغطاك ارجع للوراء لازم تغير هذه القناعات أنا إذا عندي قدرة أنه أوسع الغطاء خليني يشمن أهلي وعائلتي وأشمل أكبر من الناس ممكن أنا سابقا إذا كنت نص الشهر يخلص راتفي خلينا أتحكم أن راتبي يزيد لنهاية الشهر من خلال دخل إضافي مع وظيفتي الشخص الذي كان يطمح 200 دولار خلي طموحي أكبر خلي أضيف معها صفر حتى أغطي احتياجاتي وغطي طموحاتي فذلك تتحكم بوضعك المالي أنه يستحق لأجل الناس الذي ستمكن من قضاء الوقت معهم يا أخوان احنا لابد من النظر لهذا الصناعة بالمعطيات الأخرى غير المالية فقط فيها معاني كثيرة كم ستساعد من الناس المرضى كم ستساعد من الناس الفقراء كم ستساعد من الناس البائسين كم ستساعد من الناس العدم ضياء بالوقت بالطاقات وكثير الكثير من الأشياء هذه الجزئيات لا تنظر لهذا البزنس بعين واحدة انظر بعيون كثيرة انت رجع للوراء كم ستساعد لو واحد من الأيام اتصل بيقل لك أبشرك أنا من خلال المنتجات الصحية الغذائية تحسن الوضع ابني الصحي والحمد لله مثلا صار ورعا من كذا إلى كذا وكثير من الناس انقذوا من أمراض مميتة بسبب منتجات هذا ما ما قد يغطى بمال كم من الناس لما نجيش يقول لك والله أبشرك أنا دفعت هذا الشهر إيجارة البيت من دخلي من هذا الشركة أو أنا عندي الآن حلم جت أحلم ولا بحيام ليقظة انه أنا بدأت يصير عندي أمل انه أنا غير واقعي في يوم ما بعد سنة سنتين لكن عندي أمل انه أنا في نفق وأرى النور في نهاية النفق فهذه معاني أخرى لابد من نظر إليه أنه يستحق الجمهورة ستتمكن من رؤيتها والمغامرات ستتمكن من عيشها قد عندنا من الناس اللي كانوا عايشين ببيئة مغلقة من كذا إلى كذا ما عنده أي تغيير مجرأة حياته الآن بدأ يشوف أمور مثلثة من سفر وترحال ثقافات جديدة يطلع على الناس جدود بدأ يخرج من منطقة الراحة اللي دائما هي منطقة اللي ستؤدي للتعب هي بالأصل مفهومة منطقة الرعبسية المنطقة اللي رح تقول إلى التعب فالآن هذه الصناعة الذكية بدأ تعيشك بأجواء جديدة سفر وترحال وتعارف على ناس في مختلف بلدان العالم تعرف على ثقافة تعرف على المنتجات فآن إذا أشوف أوبشينات وخيارات جديدة ما موجودة بالأعمال التقليدية فلابد أن تنظر لهذا المشروع من هذه الزوائل المختلفة أنه يستحق لأجل القضايا اللي ستمكن أن يساهم فيها كم من الناس الآن ساهم بإسعاد كثير من الأشخاص كم من الناس ساعد ببناء مسجد أو بناء دار للعبادة أو ساعد فقراء كم من الناس ساعد من الناس المحتاجين لدفع مرض مخيف أو مرض خطير كم من الناس أسعد بعض الناس اللي كانوا عايشين بعيشة يأس أنا أعرف بعض الناس يقول لك أنا شتم أي اسم الحياة يعني ما عندي شيء اللي أفرح بي بهذه الدين لكن الآن أحس فعلا أنه أنا أصبحت شخص نافع لنفسي وعندي أمل أنه أغير وضعي الأفضل وبديت الآن فعلا أغير حياة كثيرة من الناس لذلك انظر كم ستؤثر وكم ستسعد فأسعد الناس من أسعد الناس يقول لك الأشخاص الذين ستتمكن من ترك بصمة في حياتهم والناس الذين ستتمكن مساعدتهم دائما انظر للآثار المترتب على هذا العمل انظر للآثار في يوم ما سنزول في يوم ما سنرحل ماذا ستترك من أثر هذه أخوان ترى مو سهلة أنت الآن انوى الخير الله سبحانه رأي فتع عليك انوى مساعدة الناس الله سبحانه رأي فتع يسهل لك الأسباب يسخر لك القلوب فدائما انظر للآثر المترتب كل الآثار المترتب هي آثار خير من صحة ومان وثقافة وعلاقات اجتماعية وغيرها اللي نسمينا الثراء الشامل اللي ما ممكن أن تحصها في صناعة تقليدية أو عمل وظيفة تقليدي فانظر للآثار المترتب على هذا الصناعة بهذه النظرات بهذه الزوايا بهذه النظرات الذكية لا تنظر بي نظرة واحدة يقول والله أنا صار لي سنة سنتين ودخلي ما يتوازم مع طموحي نعم لكن تحققت مصادر أخرى من الدخل الراحة النفسية السكينة مساعدة الناس الصحة وغير وغيرها من الأشياء هذه مكتسبات يا أخواني يعني لا نغم أتحق نفسنا وداما عيش نفسنا الجلد النفس أنه أنا ما أنجح وأني فاشل لا أبدا أنت حققت وكثير من الناس الآن يدعون لك بالخير وكثير من الناس حتى ولم يدعو لك بالخير أنت بذرت وستجني الثمان إن شاء الله بالاستمرار الصداقات يتمكن من تطويرها أنا الحمد لله الآن أمتلك صداقات في أكثر من 180 دولة بحكم فريق الممتشر أمتلك صداقات في أناس حتى لو كان كروستان بالفريق يعني من غير خطوط لكن الحمد لله تربطنا بناتنا خوة وصداقة وتعاون ومحبة أمتلك صداقات الآن في كثير مبدال عالم وسأمتلك أكثر ليش أن هذه الصناعة هي من ضمن الأشياء توفر لك الثراء الاجتماعي فشوفوا أنواع الثراءات الموجودة الآن وأنا متأكد أكثر الموجودين الآن عندنا يتابعونا أو راح يسمعون البث ومكان يطمحون لواحد من الثراءات فكيف لو وفر لك هذه الثراءات في بزنس واحد وأخيراً شقول بهذه الفقرة نحن نعدك بأنها تستحق الأكثر شوف إيريك ووري يتكلم يعني مثلما يقال ولا ينبعك مثل خبير هذا مو كلام حسن هذا كلام شخص في هذا الصناعة من عام 1988 يقول ونحن سنساعدك أن تتمكن من تحقيق الأكثر وأنها تستحق الأكثر يعني هذا الصناعة لأن في هذه المواصفات هو أكثر يقول إذا كانت خليني أختم بكلمة جميلة حتى نترك مجال للنقاش كلام جميل جداً طبعاً كلام يطول آخر شي يختم بكلام جداً جميل يقول لك عليك أن تحمل تتحمل استخفاف أو سخرية الجاهلين اللي ما يعرفون قيمة ما عندك فهذا أمر طبيعي لابد أن تكيف نفسك على أن الناس أعداء ما جهلوا فمن يجهل هذه المقدمات أكيد راح الناس استهزل الناس تضحك لكن خلي ينظل للثمار ومن ثمارهم يعرفون أو سخرية الجاهلين الغير متعلمين الذين قد ينظرون إليك بالزراء إذا استطعت التحكم في ذلك فأنت في الطريق الصحيح ولكن إذا كان ذلك يدمرك فإن مجال رياضة في الأعمال بالتحمل ربما يكون هذا العمل غير مناسب لك إذا أنت كنت مثل الإسفنجة شك واحد يستهزي بيك شك واحد يعترض عليك شك واحد يقدم لك في الاعتراض أو يقدم لك في التحدي معين هو بالنسبة إلى سلبية إذا أنت مثل الإسفنجة تشفطها مثل ما يقولون تأخذها وما تعرف تردها ما تكون صلد وقوي وصلب فأنت أقول لك هذا الصناعة غير مناسبة لك إذا لازم أن تغير المقدمات حتى تغير نتاج وهذه نصيحة أحد العلماء لما سألوا قلت لها أن تجيني كثير من الاعتراضات كلام قريب من عنده طبعا مو نصا فقلت لها تجعل قلبك كالإسفنجة اجعل قلبك صلدا يعني هذا قلب مثل الإسفنجة شكوا تحدي شكوا اعتراض شكوا شخص سلبي شكوا بيها سلبية أشربها راح قلبي يمتلع سلبية فإيش أعمل أنا قلبي صلب أنا لازم أعرف أنه هذا الصناعة تكتنفها كثير من التحديات لأن هي ضخمة وعملاقة وتستحق فبالمقابل لازم أنه أنا أكون قلبي صلب بهذه المقدمات حتى أثبت أمام التحديات وأدفع هذه التحديات وأعتبرها حال حال بقية وناس لم يعرفوا قيمة هذا البزنس لم يعرفوا قيمة هذا الصناعة فمن حقهم قد يكون من حقهم أو قد يكون هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم فأمر جدا طبيعي سير ومشي ودع القافلة لا تتأثر بهذه النتاج فيقول لك لعبا ما يكون هذا غير مناسب لك أنا أشياء أقول لك ارجع عالج نفسك إذا ما عالج نفسك ما راح تقدر تستمر إذا ما فهمت هذه المقدمات ما راح تقدر تستمر لازم تتكيف بما يتناسب مع المشروع المشروع هو جاهز العجلة جاهزة ما محتاج أنك تنشع عجلة جديدة ذلك بعض الأخوان اللي دائما يحب أقلية الابتكار وعلى باله أنه كل شيء ممكن يبتكر الثوابت موجودة الصناعة موجودة البزنس موجود ما تحتاج تبتكر جديد لكن تحتاج أن تبدع في هذا الصناعة كيف تدير هذا العجلة ذلك دائما يقولون العجلة موجودة ما عليك إلا أن تديرها أي شيء يخبركم قل وإذا أمكنك مواجهة ذلك فأنت شخص لا يمكن إيقافه والله وقفت على الكلمة يعني صفنة طويلة مثل ما يقولون وقفت المتأمل يقول فأنت إذا تمكنت من مواجهة ذلك هذه التحديات وهذه الاستهزاء وهذا الناس اللي يعني ما فهمين قيمة العمل فأنت شخص لا يمكن إيقافه فأنت خيلوا هذه الصناعة العملاقة اللي يذكرها ستيف جو الخبراء مثل وارن بافيت مثل بيلغيس مثل خبراء المال والأعمال مثل الرئيساء في بلدانهم يقولون هذا الصناعة أنقذت بلدان مثل أمريكا تخيل اقتصاد أمريكي بيل كرينتون يقول أنقذتنا في مرحلة معينوا اشكرهم أنه قدموا خدمة للشعب قدموا خدمة للدولة أنه دفعوا عجلة الاقتصاد تخيلوا هذا مو كلامي إذن العمل عملاق والبزنس هذا عملاق جدا فيستحق من عندنا أن نعطي هذه المقدمات حتى نحصل أنتاج عملاقة إذا كنت تحمل هذه المقدمات فأنت شخص لا يمكن إيقافه تحياتي الجميع والله يفكركم جميعا أنا اكتفيت حقيقة لا بد أن أطيل أكثر لكن ركزت على مسال حسيته هامة جدا لابد نفهمها حتى نفهم قيمة هذا العمل لابد أن نعطي نفسنا والبزنس استحقاق البزنس واستحقاق نفسنا نحن نستحق الأكثر أنا وأنت وأنت ممكن نحقق نتائج عملاقة لكن إذا غيرنا المقدمات حتى نحصل على نتائج عملاقة أصلاحكم جميعا أعود عليكم بالخير والعافية وإن شاء الله تعالى تذكروا كلامي والله من يستمر بمقدمات صحيحة سيجني نتائج عملاقة غير متوقعة وداما تذكر أنك ستكون شخص لا يمكن إيقافه شجرة أو عفوا كرة الثلج لما تنزل من جبل ثلجي تنزل صغيرة لكن بالاستمرار ستكبر هذه الطوبة الصغيرة أو الكرة بالاستمرار ستكون عبارة عن حلقة ودائرة وكرة ثلجية عملاقة عملاقة لا يمكن إيقاف كذلك هذه الصناعة تبدأ صغيرا لكن إن كنت في الطريق الصحيح وفي الخطوات الصحيح وإن كانت بسيطة ستعطي نتائج عملاقة وعملاقة ولا يمكن إيقافه الله يفقكم جميعا لأن نترك مجال لأي سؤال أو استفسار بما يخص المحاضرة أو قريب من عدهة وأسمع تصويتاتكم للي يحب أنه مثلا نبدي بتلخيص كتاب جوبرو إيريك ووري أو تلخيص دورة البيع الفعال لأحد الخبراء البيع أنا أنتظر من عدكم التصويت بينما استثمروا وقت نشرب شاي